هم إخوة وأخوات لنا في الإسلام ولدوا مثلنا على الفطرة لكن نبيئة أهلهم وذويهم أنشأتهم على خلاف ذلك من معتقدات شتى ثم كان أن استصرخ صوت العقل والضمير فيهم يوما بواعث التدبر فتفكروا في أنفسهم وأحوالهم وتأملوا في الكون من حولهم ولا زال في طليعة الأولويات للمسلمين التقرب من الله تعالى وبهذا فقد بادرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وبأشد حرص على الدوام على تطوير الوعي الديني عند المسلمين عن طريق تأمين الوسائل والخدمات اللازمة لهم تأثرت بالعقيدة الإسلامية وهذا هو سبب اعتناق الإسلام منذ أربع سنوات مضت كنت متأثرا جدا وأحسست بشعور جميل غير قابل للتفسير عند سماع الأذان وتظهر الإحصاءات أن حوالي مائة يهتدون للإسلام في إمارة دبي كل شهر وقد بلغ عدد المسلمين الجدد بالإمارة السنة الماضية ألفا وخمسمائة وستين مسلم مهتد أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان من مختلف الجنسيات كما تتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري إقامة الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان المبارك والمحاضرات الدينية للمسلمين الجدد طوال العام لتعريفهم على دين إسلامي وعاداته عند نطق الشهادتين كان شعوري مختلفا عن السعادة التي نحسها عادة شعرت ببركة الله وشعرت وكأنني أريد أن أتعلم المزيد عن الإسلام والصلاة ويمكن للمسلمين الجدد التقدم بتسجيل طلب إشهار الإسلام والتعرف على الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي كما يمكنهم الحصول من محاكم دبي على شهادة إثبات الإسلام إن الله يهدي من يشاء فيتقرب إليهم الله سبحانه وتعالى بأكثر مما تقربوا إليه فأظهر لهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم كما وعدهم وهداهم السبل لما جاهدوا فيه فأخرجهم من الضرمات إلى النور بإذنه وأراد بهم خيرا فشرح صدورهم فارتضوا الله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والإسلام دينا ومنهجا للحياة هكذا أسلموا وفي رحلة بحثهم عن المعنى الحقيقي لوجودهم في الحياة كان الله الرؤوف الرحيم بعباده قد كافأ خطوة من كل واحد منهم بعشر خطوات منه